في بغداد والمحافظات جرت قرعة أرقام المرشحين للسباق الانتخابي بعد مصادقة مفوضية على قوائم نيهائية ضمت ثلاثة آلف وواحد وعشرين مرشحا للانتخابات البرلمانية المبكرة بينهم نحو تسعمائة وستين امرأة ينتمي المرشحون إلى مائتين وستة وسبعين حزبا واربع واربعين تحالفا سيتنافسون لشغل ثلاثمائة وتسعة وعشرين مقعدا في البرلمان العراقي جمان الغلاي المتحدث باسم مفوضية الانتخابات قالت إن قرعة الأرقام الخاصة بالمرشحين للانتخابات التي ستجرى في تشين الأولى المقبل لم يحصل مثلها منذ الفين وثلاثة وبحسب الغلاي فإن القرعة رتبت فيها أسماء الأسماء حسب الحروف الأبجدية وابتدأت من الرقم عشرين في جميع الدوائر الانتخابية وبحسب المفوضية فقد جرى استبعاد أكثر من أربعمائة اسم في جميع مراحل التقديم للانتخابات كما تم قبول صحب ترشيح أكثر من مائة اسم آخر وانتقد سياسيون عمليات الاستبعاد للمرشحين وقالوا إنها اتسمت بالانتقائية والخضوع للنفوذ السياسية وكان من المفترض انتهاء الدورة البرلمانية الحالية عام الفين واثنين وعشرين إلى أن الأحزاب السياسية قررت إجراء انتخابات مبكرة بعدما أطاحت احتجاجات شعبية واسعة بالحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي أواخر الفين وتسعة عشر وعلى مدى الدورات الانتخابية السابقة ثار الكثير من الجدل بشأن نزاهة الانتخابات في بلد يعاني من فساد مستشر على نطاق واسع وفق تقارير دولية إضافة إلى وجود فصائل مسلحة نافذة لكن حكومة مصطفى الكاظمي تعهدت بإجراء عملية اقتراع نزيهة تحت رقابة دولية بعيدا عن سطوة السلاح ترجمة نانسي قنقر